الجزء يبدأ مع شنيو اللي بيفوه بيحاول يفتكر اللي حصل اللي اللي فاتت وقت ما كان معه انغجوه وقت ما كان هيبوسها وبيشوف انه ممكن تكون درابطه ورافض التامل ده معاه بل بيفترض انه تجوبت معاه وروحته بس هو منحها من التقرب منه عشانه هو جامد وبيفكر ان ده اللي حصل فعلا بس بيكون مش فاكر اي حاجة فبيعد اليوم عم قبلته ليها وبيحاول يعرف اللي حصل مبارح بس بتقفه تشوف انه مش فاكر اي حاجة من اللي حصلت وهو يعني بيفضل مرتبك وبيكرر يعرفها فانه مفكر انهم بسوا بعض ومش فاكر حاجة فبتعرفه فانه كان غريب وبتانيه فانه امنيته تحققت فانه شرب وبتمشي فانغ بيجيب له التقرر اللي فاتت لمدة خمس سنين وبيسأله فان الراجل بيبقى عامل ازاي لما بيكون سكران فبيعرفه فانه طالما صحة من جره دومي بقى ما فيش حاجة حصلت معاه وبيفضل عايز يمسك نفسه شوية في المقابل جنغ بيكون متابع ايون مديرتو وهون غجو وهي بتتكلم مع الاشخاص عن الحيوانات اللي موجودة وبيارضع لهم فنهم يكلوا وبيعرف مع ايون في انه هيكل معهم غجو ويستستغربوا صدمة الكل فنه تقرب منها ويروح معاها ويمسك الحيوان ده فهم بتتكلمها وبتقابلها وبتتأسف ليها علشان لما كانت بتتنمر عليها عارفة بعدها نبوها مات ولما عارف كده من كم يوم بكى كتير واكد يا كانت بتكرهها كتير لما شافت ده وبتبكي وعلشان كده انغجوب تده منديل وبتعرفها في انها كرهيتها بس ملازم بفموت ابوها واللي بيشوف ده وشينيو اللي يوم بتشوفه وانغجوب بتكون مش طيو أصلا ومرتبكة خصوصا اول ما بيشوفه بعض فبيروحوا يوم بتعرفهم ببعض على ان ده زوجة المستقبلي وان ده صحبتها المفضلة من السنوي وبيرحبوا ببعض بس انغجوب بتخلصه بتخلع على طول وبتكون مش فاهمة هي ربت ليه اكناها خينة وبتمشي فيهم بتعرف شينيو في ان المبنى اللي استلمت ترميمه هو مبنى البلدية ومعرفتهش علشان الكل ما يقولش عليها انها يخدته بالواسطة في نفس الوقت انغجوب تتقابل مع كون اللي بيشوف انها مكاليتش علشان فوضة الاستراحة وبيقرروا يروح ياكل سوا فبيروحوا بسأله في اللي حصل مع شينيو علشان اكده ومعجب بيها علشان ما فيش راجل يجي في الوقت ده البيت واحدة فبتعرفه في النجاح علشان يقدم شكوى فبيواجه في ان المشكلة دي لازم تستنى امنها من الامر ولا ايه وبتعرف ان مش لديه ظهور وعاوزها تتخلص منها طالما مش عندها مشاعر للشخص ده فبنروح لجون اللي بيعرف معيون في انها لما خدت اجازة بعد خين الجزء لها ما كانش عارف ينام خالص خصوصا انها كانت بتتمي بقيلته امه كان متعلقة بها اكتر من اي شخص تاني وكنها شخص من العيلة اما هي مش بتتمي بيه خالص وبيمشي فهي بتروح المكتب وبتتقابل مع الشخص اللي كانت احتمته قبل كده وبيكون متعصب كتير وبيضربونغجو لما بتيكي اتدفع عنها بل بيجي يمسكها شاني اجراحها بيجي المونكس جونغ وبيضربه وبيقلبه قدام الكل اللي مصدمين منه بشكل كبير وخصوصا ما ايون اللي بيتشافه بطلها ومن الواضح انها تتمي بيه حاليا فبيعد الوقت مع شانيو اللي بيشوف اللي حصل ان غجو زمان ومش عارف يا زيها ظهرت في حياته فجأة كده في نفس الوقت هي بتفتكر الكلام كون فانها تتخلص من الورد طالما مش عندها مشاعر للشخص ده وبتجي تتخلص منه بس بتستورب ان ملابس نومة مش موجودة وبتفضل تدور عليها في المكان كله بس من غير فايدة وفجأة شانيو بيرن عليها وبيستغرب انها رضب بسرعة فبتعرف انها بتدور عمي لابسها بل وبتعرف انه مش اللي بعت لها الورد ده وبيفضل يديق فيها وبيعرفها في انه عنده عمل كتير فبلش تظهر قدامه من جديد وبيعترف انه مش تقليها وانه بتتأثر وبتعرف انه يستنى الايام لغاية ما الامر يظهر وكل حاجات انتهي بس لازم يتم بنفسه وما تقربش من اي شخص فبيكون عايز يأجل ده الشهر الجاي بما انه بسها فبتنكر ده بطيفل على طول وهو بيفضل مجدوع في نفسه دايما فبيعاد دلوقتي مع شانيو اللي مبنى البلدية داخل في قضية مع شركة هاوم وبيبدا يتكلم مع كون عن ساب انتقله مع انغجو وماش عايز يوجل بيته تاني ولا بيتهم غجو فشانيو بيأكله ده وبتحد بعضهم الاتنين لغاية ما ينغي بيجي وبيطع كلامهم فان شانيو بيروح للعمدة وبيروح يعرفوا ان الهيون رئيس شركة هاوم اللي بيكون قاعد وبيكون متكبر وعاوز يقعد وتحكم فيه بسهولة وبيقعاده بالعافية وما يستعرف انه زي محمد شطر زيه وكده يشتغل في مكان زي ده فبيعرفوا انه استقال لشان الفساد كتير هناك وبيشوف انه طالما غني فده عادي اما لو كان مفلس ما كانش هيعرف يمشي ابدا وبيعرفوا انه يدفع مبلغ بضا القضية اللي يدخلوها علشانه يعرفوا واكده يخسروا قدامه وبيمشي فبيروح يعرف كونه ينغيب اللي حصل وان الهيون هدفع المبلغ من غير القضية اصلا وبيرفض ان يكتمل مع العشا علشان في الوقت ده الامر هيظهر وده بيخلكون يفكر في كلامه غجو انه ساعتها هيخلص كل حاجة في نفس الوقت هي بتفتكر اللي حصل وقت ماشينيو كان سكران وكان هيبوسة خلاص بس يتمسك نفسها وفجأة بيغم عليه عليها وبتتحك ان كل اللي بيعمله والنوم وصكران وشايف ان الموزج لما بيتكلم بس هو يسيم ونايم وبتحول تفوائه بس مش بيقدر خالص علشان مش قادر تحكم في جسمه خالص وعاوزها تساعده علشان ممكن اي حشر تقرسه او يتعب فبيصعب عليها وبتفتل تشد فيه وبتصرخ وبتروحها اخيرا بلت بتروح تشربه كمان وعاوزها غير كلمة مر بيته عشان سهلة خالص وبتجي تمشي فبيعرفها فانه مش عايز يبطل مفول تعويزة الحب اللي عليه علشان قلبه بيدق بصورة لما بيشوفها وده بيأثر فيها بس بيعرفها فانه عمر مقلبه دق البنت قبل كده ولو عمر مفكر في بنت قبل كده خصوصا وقت ما كانت معاه وتكلمت عن ابوها فهو حزن كترة عليها وفي العادة ومش بيبكي على شخص بس كان عاوز يبكي على حصل معاها ومش عارف هي عملت في ايه عشان هو معجب بيها ومش بيعتقد ان ده جاي من تأسير التعويزة والحقيقة ده الحب الحقيقي اللي حسوا تجاهها وبيفضوا مركزين في بعضهم الاثنين وبتشوفوا ان خلت حس احساس غريبة وفي الاخر ومش فاكر اللي قاله اصلا فبيروح يتقابلوا من جديد وبيركزوا في عيون بعض بل بيتريع على هدومها فبتعرفوا انها عاملت كده علشان تاني تعويزتوا خلاصوا بسرعة وبيبسطوا فنما تخلاصوا من الحب ده اصلا فبيروحوا سوا وبيكون خايف علشان شايفة كارسة وممكن يختافي لما تامي لها التعويزة وبيفضل يتلاكك بشكل كبير فهي بتهددوا وبتاخدوا مخصوص عشان تامي التعويزة باللبس الابيب بتاعها ده وبتشوفوا اللي المفروض يعملوا في التعويزة وبتخليه في العينه وفجأة البنت تيجي وبتخليهم يقوموا وده عشان يدوروا على كلبها فشانيو بيستغل الموقف وبيخليهم يروحوا ويدوروا عليه وبالفعل بيروحوا في كل مكان وفجأة بيشوفوا كلب وبيخافوا منه كتير بل هو بيخافه اكتر وبيستخبى فيها من الكلب اللي بيكون هاجم علامه خلاص بس الشانيو بياخدها بيقع على الارض وبتفكر فلنو تعض منه بس هو بيعرفف انه مش بخير علشان قلبه بيدق اليها والكلب بيكون كواس معهم اصلا ومبسوط بيهم وبتعرفه في انه اكد الكلاب بيحبوا بعض وده لغاية ما صاحبوته بتيجي تاخده فبيروحوا علشان يكمله بس بيتحجج بالنلمس الكلب وانه مش عارف يشوف الامر مكتمل وبكده يستنوا شهر كامل فبتعرفوا في انها عايزة يكون كويس ويتقرب من يون حبيبته بس بيعرف انها عايزة تخلص منه اشان تبقى معكون فبتشكروا على انه مولى حياتها من جديد بعد ما كانت وحيدة وده بيأثر فيه وبيفضل مركز فيها لما بتكي تعمل تعويز تقتل الكوارث وبتبدأ تحضر تعويزة لما فوت تفضل مع الشخص للمدة 8 يوم وبتخلصها وبتدهلي بالفعل فبيخلصوا وكل واحد بيمشي من طريقه فعلا فانغجو بتكون نايمة في امان الله بس تتفاجئ بان الشانيو بيرن عليها وبيعرفها فنو مبسوط عشان معاتش بيفكر فيها وده بيفرحها علشان كده مفول الساحر بدأ يظهر بالفعل وبيفرحه فبيعد اليوم وبينزل لها قبل ما يوصلوا فبيسألها علشان كانت فاضي يوم الحد عشان يروح الملجأ كلاب سوا فبتوافع على دوية مبسوطة فبتنزل وتفضل السادة باللي حصل وده في نفس الوقت مشان يومش بالعربية ومبسوط وبيجيب الميا عليها وده بيخرب مزاجها كليا فبنروح تخير سيون لزوجته جو لملابسه وبتستورب في المتقنق وانفكر في ان بيخونها بس بيعرفها في ان تتقبل مع كيم اللي وفت على التصوير وبيكون مبسوط كتير وهي يعاني بتكون على اخيرها فبيعد الوقت ويجيب تتقبل مع ووك اللي اتفقت تبع المركب ده خاص بسيون وانه بيتتخلص من كل حاجة بتحبها وبيبقها بمبلغ بسيط وبيرح عشان يعزمها على القهوة ومن الواضح انه بيأثر فيها فبنروح لسون وسجونغ اللي بتكلم عن يون فانها جميلة بأي ملابس وده بداية ونخجو اللي بتروحها طول وبتكون عايز يتقرب منها بس ترفضي على طول في المقابل شانيو بيشوف اللي جونغ عمل في المعتدد ده وبيلان يدفع غرامة وبكده مش هترقى خالص السنة دي وبيشوف اللي حصل لنغجو فبيعد الوقت مع ناجونغ اللي بيرن عليها وبيكون عايزه متعشو ساوى وبيجيب لها اظهار فبتسأله فانه اخد من يمية اللي كانت معها وبيحاول تقرب منها بكتر من طريقة رغم رفضها لي ومش بتكون عارف تتصرف ازاي فشانيو بييجي وبيقود على طول وناجونغ بيفضل متضايق فبيروحوا بتعرفوا ان شارب المياه دي فبتريع عليها علشان المفوكة ان تحطها في نار الهان عشان كل كوريا تعجب بيها وبيكون مشتقين بعض وبيعتربوا ان اشتاء ليها علشان اكد التعويزة مش هتخلص من اول يوم من المت يوم يعني وبتمشي وبيفضل متضايق كتير وبيبص في التعويز دي وبيصدم كتير فبتروحوا بتلاقي واصلها هناك وبيعرفوا انه مجاش عشان اشتاء ليها وبيكون مش عارف ايه فتت التعويزة دي ويه ما عمدتش تعويزة صح وبيورى انها كدبت فيها كلمة ظهرة وكان ممكن تحول لوردة وبتعرفوا انها ماخدتش بالها علشان مكوت رموة مركز معها ما كانتش عارفة تصرف ازاي وبتعرفوا باللي قالوا سكران وانه مش عايز ان التعويز ده اصلا وبيعرفوا انه كان سكران بس اللي حصل ده ما كانش صح كليا وبيتصدموا بس ده على وصول كون اللي بينزل وبتعصب عليه علشان هو قال ان كل حاجة خلصت فانه شان يو بيصدموا فانه كان مفاكر غلط وطلعوا انه حابها بجد وده بيصدمها وبيصدمها امه التلاتة ودي مش مجرد لعنة وطبعا هي بتتصدموا مع كون اللي بيعرفوا في انه عنده خطيبة وعنده استعداد يعرف العمدت ده فبيكون مش عايزوا دخل عمل في الحالة الشخصية وبيفضل يتجاد لهم الاثنين وبياخد حجة في انه بيجي البيت وما بيزعجهم وازا هو مرتبط ببنت العمده وبيجي البيت من بلدية عادي كده وبيكونها تخان اكتر بس هنغجو بتسلك بينهم ويتعرفوا كل حاجة فبيواجهها في انها تعرفوا في انها لعنته وبالفعل بيروح يعرفوا هما الاثنين ومفكروا وما جانين اصلا ومش مستدى انه في حاجة اسمها مياه الحب وانها عملت تعاوزة تانية لابطالها وازا يتكلموا كده هما كبار فانغجو بتوريله ازاي شانيو بتعمل معا بحب كبير بل ان شانيو بيعرفوا في انه وقع في اللعنة بتاعتها علشان عالته بترجع على الجسدنا القديمة واقنع عن غجو بالحاجات بتاعته دي وحرفيا انكم بيكون مش عارف يستدقهم وشايف انهم مجانين وبيستسلم في الاخر واعاوزهم يعملوا تعاوزة اللي بتبطل ده فانغجو بتوفق على طول علشانهم معادش كويس بل كل هدف كون فانهم يعملوا تعاوزة علشان لو ما انجيتش فلازمينوا علاقتهم دي وكل واحد فيهم بيمشي وبيروح في مكان وشانيو هو اللي بيفضل مستنى اصلا فانغجو بتروح تشوف التعاوز اللي بتعاوز جدا بيها ونوية عملهم وخصوصا تعاوزة الاغراء اللي قدر توقع اي راجل في حبها فالشانيو بيفكر فعلا فانها كده تستخدم تعاوزة الاغراء مع كون وفجأة بيبرق جدا من كتر البرد وبيدخل اللي كون على طول واللي بيتفاجئ لما بيشوف سلم اللي بيفكر انه بيوصل الشقة انغجوه وبيروح تأكد بنفسه عشان ما فكر انه يكون بيخدعه فبنروح لانغجوه اللي بتمشي وبتكون ناوية تعمل حاجة في نفس الوقت شانيو بيفضل عايز انه يمشي من المكان اللي بتكون فيه انغجوه بس بيرفض علشانه في النهاية رجل اعزب وهي معجبة به اما هوفة مرتبط وازاي بيجي دينا كل شوية وبيواجه في انها اعترف بمشاعرها ليه وبيكون اعز يعرف هو ما كانش بيحب انغجوه فعلا من البداية واستغل حوار التعويز ده وبيتفو علان لو توازى ونجحتش يباد عنهم اما لو نجحت فيكون يباد عن انغجوه فبيعد الوقت شانيو بيكون الان علشان مش عارف انغجوه تعمل تعويز ايه اصلا وبيعرفوا فان الزيت قبل مع انغجوه وده علشان عائلته بتمتلك المعبد اللي في جبل انغو وهي هدخلت في هدمه ولقوا كتاب اللي عارفوا ان بتاعها اصلا فانغجوه بتكون بتام التعويزة وفجأة الانوار بتطفق وبيفكر في ان تعويزة بدأت تشتغل ويكون بيتمنى في ان تعويز تنجح اشان يباد عنها وفجأة شانيو بيتضيق كتير لما بترنع لكون وبيكرر يجري يروح لها الاول وعاوز يمنعه بل اول ما بتفتح الباب بيفضل هم الاتنين عاوزين يدخلوا وبيخيارهم غجوه في الاختيار بينهم وفي الاخر شانيو بيتحك عليه وبيدخل عطول فبيتروح تحرفهم في انها استخدمت تعويزة البشرة الجميلة وبيفضل هم الاتنين تغزلوا في جمالها وشايفين انها كانت جميلة قبل كده اصلا وحرفيا بيكون هم الاتنين عكس بعض وبيركزوا في ملامحة وهي يعيني بتفضل مستغربة اصلا وبتشوف ان التعويز مش بتنفع فبيواجه في ان اكيد غلطانة علشان ازاي مش بتنجح ووقع في حبها بسبب التعويزة فكون بيعرفوا في ان ممكن يكون وقع في حبها من زي من اصلا وبيمشوا ومستغرب بازاي يكون وقع في حبها يعني فبنرجع على انغجو اللي بتشوف بشرتها وبتستغرب ان ما فيش حاجة تغييره وبتفتكي الكلام حب شانيو ليها وبتفكر فعلا في ان ممكن ما يكونش بتعويز زي سبب في حبه ده وبتتدايق بس دقيقتها دي بتروح لما يكون بيرسلها عشان يساروا سوا ويشربوا سوا فبتطلع بيكون مجاهز كل حاجة على السطح وبتعجب جدا بده وبيلاي انها بتتكسف والشاب يحمر كتير وبيكون مبسوط في انها عملت تعويزة الحب عليه بس بتحاول تنكر ده اصلا وبتشرب وبخالها تاكل ومبسوط ومتأمل فيها فبنروح لشانيو اللي بيشوف ناجونغ ومع زهور وبيفتكر وقت ما تقدم ليها وبيرن على انغجو بس بيستغرب انه كونه اللي بيرد عليه بدلها وبيعرفه في ان يعرفه امر عمل الزهور وبيستغرب انهم مع بعض في الوقت ده اصلا وبيعيفل معه بيتضيق وبيمش على طول فاول ما انغجو بتيجي بيعرفها وعاوز يعرف السبب فبتعرفه في ان يشارب برضو مميها الحب وبدأ يلحقها ومش يعرفه طالما ده مش التعويزة فلا بيعمل كده وبتعرفه في انها لم قابلت شانيو بدأ يصعب عليها بس هو مش بتأثر علشان شانيو معه كل حاجة فبنروح لشانيو اللي بيكون مع الدكتور وعاوز يعرف ان مرضو ده يخليه حب شخص من غير ما يعرف علشان هو مستغرب من نفسه وعاوز يعرف مدى خطرته فبيعرفه فانه ممكن دماغه بتكون باستجيب لحد الشخص بيتم بيه وبالفعل بيروح واول ما بيشوفها بيحس بأحساس غريب لها خصوصا انها جميلة وبيفكر في ان كل ده تراف دماغه بس مش اكتر وبيحزن وبيمشي بس فجأة كون بيقابله وبيعرفه باللي بيعاني منه وبيكون متعاطف معلم معارف مرضو من الغجو اللي شايف انها قلت سر بكل سهولة بل بيعرفه فانه يعترف بحبه لنغجو قريب وده بيديق شان يوه وبيمشي على طول وبيكررن عليها وعاوز يقابلها فبتروح له وبيعاتبها علشان قالت لكون عن مرضو اعراضه وازاي يكون مفكر غلط بامر عدقتهم علشان اللي هو فيه ده بسبب مرضو بس اما مالوش علاقة بالتعويض خالص وانها قلو صدق حوار الكتاب ده وانها بتكون مبسوطة من تجمع الشاباب حوالي منها بس هي بتنكر ده وبتجي تمشي فبيرن عليها وبيقرب عليها وبتشوف الاسم المسجلة بيه وانها مسجلة باسم كلبة حرفية وبيمشي فاللي بيسمع ده هم سون وسجونغ وبيكونوا مصدومين فسون بتروحوا بتستغرب انها بتتقرب من رجالة كويسين في الاول كان كون ودلوقت شينيو ومش عايزان ميرتبطوا طالما ينفصلوا في الآخر بس معيون بتحرق جونغ فان المنفصل من زمان فازاي ادي نصيح عن الحب فبيصدموا في ان يخرج في معامة متدبر النهاردة مع بنت جميلة وده عشان يضايق معيون اللي بينجح في ده بالفعل فبنروح لوقت روح لهم غجوه وقت ما السمكة بتمطر بس ان جونغ بييجي وبيحاول يتقرب منها وبيلمسها بس بترفوضها على طول وعلشان كده الراجل الكبير ده بيجي وبيدها مظلة وبتعرفوا فانها مش مرتاحة بتقربوا منها فبيستغرب علشان يا بتتعامل معا كده بس فاني يوم بتكون راحة بس عشان يخرجوا بس يونغ هو اللي بيكون هناك وبيعرف انها بنت العمدة وده على وصول اللي بيستغرب منهم في المقابل ان غجوه بتكون الان من اللي حصل ده وفاجأ قلبية بتاعها بيخبط وبتتخضى اكتر وبتقف عليها الابواب وبتفكر في كلام شنيو ليها وبيستغرب بيتمو بيها وبتبدأ تشوف رسائل وقت ما كان عايز يوصل لها وبتفرح وبتستغرب من نفسها وبتقرر ترين على مأيول وبتطمن عليها وبتبدأ تعرفها فانها هتقابل شخص شجاع وهيحبها بس بترفض تعرفها اي حاجة علشان تتفرج على عرض البيتي اس وبتغفل فبيعد اليوم مع معرفة صحابها بقى مرتبات يوم بشنيو اللي بيروح لنجونغ علشان يرفضوا وتعاملوا معا من جديد بعد تقرر من غجونهم دايقتها وبيعرفوا فان محاول تتقرر من شخص اللي بعتبر تحرش وطالع معاوز كامل مع بلدية فلازم يخب باله من تصرفاته وبيشتر زوره وبيمشي فبيعد الوقت مع معرفة الكل من ان شنيو مرتبط بيون بس صحيب يفضل مركز مع غجو اللي زمالة بيفضل شايفين انهم لقين على بعض فبيعد الوقت مع معرجان التنظيف اللي بيشارك فيه كل الاشخاص وبيبداه فيه بالفعل فبيخلصوا وبيروحوا يتعاشوا فراخ والسجونة بتفضل حزينة علشان صحبتها مرتبطة باللي بتحبه وان اكد قلبها بيحن ليه بس ان غجوه بتنكر ده على طول وبيتفقوا انهم يحسنون من نفسهم بما انهم وحيدين وبيشربوا فبيعد الوقت وبتكون سكرانة بس اول ما شنيو بييجي بيساعدها بترفض وبيباني انها متداية من علاقته معيون وعاوزها يرنى على فنها لضيعته بس المفاجة انه بيكون معاها وبترن عليه علشان تشوفهم مسجله ايه وبتتصدم انهم مسجلها موظفة مدنية بدون اسم وبتلومه علشان يسجلها باسم وبتمشي على طول فبيروحوا وراها علشان هو الان عليها وبيفضل يتم بيها حتى لو هي رفض ده اصلا فبيعد اليوم مع افطارهم واخوزه يوم بيعرفوا في انه حدد مع الجواز من نيون وده بيضايقوا علشان ما كانش عارف في المقابل انه غجوة بتستعد انها تروح مع كون لمزرعة الكلاب وبتدي اسماء للكلاب في المقابل يوم بتجي ده رسالة وبترفض انها تروح تخرج معهم وبيستغربوا فبنروح لكلام غجو اللي بترتاحه هي مع كون عشان بيحسسها بالراحة بس هو بيفضل عايزة حس الدوية معه وبتتكسف فبنروح لموجة يوم بالصور اللي كان فيها مع غجو وبيتصدم هما الاتنين فبتكرر ترنع لهم غجو وبتروح لها بالفعل واول ما بتوصل بتضربها علشان ازاي تعمل كده معاها وبتكون مفاكرناها بتخونها وبتواجه في انها بتتقرب من كل الرجل يكون معاها وبتقلل منها على طوله وبتمشي وده بيزدى مغجوه وبتبكي فبتكرر ترنع على شيو وكمان يوم بترنع على شخص بس هي بتروح وبترش راوية متضايقة والمفاجأة انها بتكون بتخونه اصلا مع الشاب ده وبيبصوا بعض وبتكون خينة فعلا فانشان يوم بيوصل ليها وقبلته عشان ترجع لها كل حاجة بس هي بتنكر ده وكان المفرد يقول كل حاجة فبيأكد عليها في ان مشاعره حقيقية والحقيقة في ان معجب بها اصلا واول ما بتجي تمشي بيوقفها وبيقرر يبوسها تعبيرا عن مشاعره وهي بتفضل مصدومة كتير وبتتجاوه معها بالفعل بس هي بتفوق بتطارب من اللي عمله ده وبتشكه في ان انفصل عنه حبيبته وبتفكر في ان بيلعب بيها وشايف في ان شخص ما يقص منه فبيسأل عن شعورها تجاهه وانه قلبه مش بيدوق لما بيقابله بعض فبتنكر كل حاجة وبترفض ان تكون معاه وبتمشي وبتسيبه حزين لوحده يعيني فهي بتمشي وهي حزينة ومش عارفة تعمل ايه في نفس الوقت هو بيكون قاعد يتأمله وبيفكر فيها علشان وفعل حبها ودي مش مجرد لعنة بس فبيفتكر وقت المكان معيون اللي بيعرفها فان اللقات الصور جريمة وانه مش هبرر لها اللي حصل علشان وفعل حب نغجوه وما كانش قادر يتوقع ان ده يحصل اصلا فبتفكر في ان ده ممكن يحصل في العلاقات الطوولة بس وبتكرر انها مش هترجع مبنى بلدية من تاني وعاوز يتأكد مما شعارها دي من جديد وبيكون مش قادر يفكر ولا اخو القرار يعرف يفرق بينهم من التان اصلا في نفس الوقت هو نغجوه بتكون نايمة وبتفتكر وقت ماشان يوباسها خصوصا ان دي اعتبر اول بوسة ليها وبتكون مداية من نفسها علشان هي سنتاج بتبوسها وكان ما فوت ضربه وبتفتكر وقت ما تضربت من يون وبتلوم نفسها وبتكرر انها مش هتسكت وتبعت ليون الخينة وبتشوف انها عايزت قابلها اصلا وبتفضل متضايقة منها كتير فبيعد اليوم مع معابلتها بنغجوه وبتعرفها في انها كانت متضايقة وبتفكر في انه بنغجوه هتحدف عليها المياه دي بس بتمنع نفسها علشان ده يكون خسارة فيها وبتكون قابلتها علشان اتعرفها كل حاجة حصل بينه وبين شينيو والحقيقة بجد فبنروح لشينيو في العمل وبيكون متردد ديرني عن غجوه ولا لا خصوصا بعد الرسالي الكتير اللي بعتها وفي الاخر بيبعت ليها وعايزي قابلها فبتشوف ده بتتضايق وبتكرر تروح له مكتبة افضل فبتروح له وبتكون عايز تاخد رعي في امر العمل وبتعرفه فانها عرفت يون بامر التعويزة وبكل حاجة ومستغربة ولكن مخبط عنها وبتطمنه فانها معرفتهش بامر البص اللي حصل بينه من بارح علشان ده مش مهم لها اصلا وممكن يحصل ما بين اي شخص عادي فبيلاقي انها بردة وبيبدا تعمل معها الاساس ده وبتفضل تباين ليه فانها مش مهتمة ليه اصلا وبتكرر تمشي بعد ما بيشوف العمل بتاعها واللي بيكون المحطة اللي تتعمل جديد ومش عايزي اتصل بها او يرسلها ويكلم عن طريق البردة الخاص بالعمل بس مش اكتر فبيوقع فيها غصبا عنه وبتمشي على طول وهو بيفضل حزين فبتطلع بتكون مستغربة بس كون بيجي لها وبيحاول يضحكها بما انها لو ضحكت يبقى لها مال بقوا كده بس بتصدمه في النقطة بتاعته بايخة وبتضحك اول مشان يو بييجي وإذا عشان تغيزه اصلا انه بتمشي فبنروح لجونغ اللي بياخد رأي صون وسجونغ فاللي المفروض يعمله في المعدم مضبر اللي احسن بينه بين الشاي اللي من القسم الثاني وبيكون في حاجات كتيرة مش عجباء بس سون بتفضل عايزة يستحمل علشان ما يفضلش بدون ارتباط لوقت طول كده وفجأة انهم بتيجي وبتشوفوا انهم بتكلموا عن المعدم مضبر وبتستغرب كتير فبنروح لتصورهم وغشوه للزهور الميتة دي بس فجأة بيجي للطفل اللي بيقضمها الوقت كبير وبيتكلمه عن الزهور والحيوانات اللي تبقى في الحديقة اللي بيطوروها وبيروح يحكي له عن حياته وان في بنت فصله معجبة بيه بس سوى مش عايز يرتبط في سنه ده ومن وقت ما هي هتم اببيه ومسك اي ده ما كانش عارف انهم خالص وبياخد رأيهم غشوف ده اللي بتكون عايز ياخد خطوة ويعترب بمشاعره ليها بمنه بيحبها بس سوى يعاني بتكون البنت أطول منه أصلا وشايف انها مرتبطتش قبل كده ومعندهاش خبرة في ده فبتنكر وبتدت تفتكر اللي حصل معها ومش عارف تعمل ايه في الوضع اللي هي في ده فبنرجع لشان يو اللي بيفتكر وقت ما يون وردت صوره بصوته مساوى وبيكرر يرن على هان وعاوز يدور في أمر الشخص يصوره مساوى علشان هو بيتاردو وعاوز يعرف من اللي يصورهم وبيكون خايف لها صور واما مع بعض في كل مكان كانوا بيروحوا بيه والحقيقة فانها ما تعرفش هاتم ورسل ده وبكده في شخصي بيتاردها وبتكون محترى كتير وفجأة كون بيجي لها شنير روحوا سوى فبيكون مبسطوة معها وعاوز يعرف لو في حاجة لسه بتحصل بينها وبين شنية ولا لا خصوصا بعد التعويز اللي بينهم دي وبيكونها الآن علشان بين عليها فانها بتتجاهل غصبين عنها وعلشان تضيع الكلام بتشوفوا اللي مفروض يعمله وبيارد عليها انهم يروحوا الحفلة اللي بيكون فعل قابلز والسناية فيها وبتستغرب وبيكون مصر على انها لازم تروح معاه وبيتكسف منها على طول وبتكسفه من بعض فبنروح لجو ويقعدة تشوف القابلز وزعلنا الحزان من أي يلده وبتروح تردنا على سيون جوزها اللي بيعرفها فانه مش هيج عشان العمل وبيغفل ويا طبعا غيرها تمسكها علشان سابع عشان فنانة مشهورة وبتمشي وبتشوف ان ده ممكن يكون سايب الطلاق اصلا وبتكون حزينة عشان يا وحيدة واستقول القابلز دول وفجأة بيجاء محام ووك اللي بيحاول يتقرب وبيكون هنا علشان يساعد ابوه بما انه مسؤول على النجوم وبيقر يفضل معاه ويقضي الوقت معاها فبتتكلم على انها مفتكرة للحب علشان هي عايزة تحب بس مش لايه اي شخص معاها وده بيحبطها كتير فبيفهمها علشان هو عاوز ياخد حبه كتير بس مش لايه حد يقدمه له وحرفيا بيكون هما الاتنين عكس بعض واول ما بتشوف شهاب بيتمنوا امنيها سوا وبيبدأ يحكي له عن كل اللي عارفه فبيعد الوقت بتروح وهي مداية من سيون وبيتلوم عشان هو نام قبل ما هي ترجع اصلا وبتحاول تغيزه وبتعرفه في انها كانت مع راجل بس بيكون مش على بلوه اصلا انه مش بيهمه في انها تطلب الطلع ولا لا وبيصدمها حرفيا فبيعد لهم عشان يو اللي بيرجع السندولي مع يول علشان انه غجو رجعته ليها ومش بيسمع كلامها فانه مش عايز يشوفها علشان الامور معقدة بينهم اصلا فبتعرفه ان الحب امره معاقب بينهم علشان قدروا هما الاتنين مش هنفصلوا خالص فطبعا مش بيصدق ده علشان المفروض يرتبط ببنت تقدره ويكون معاها وبيجي ماشي بطير دلافه انه فعلا عايز يحبه بجد ففي طريقة واحدة لده فبنروح لهم غجو انه يتمزح كل حاجة خاصة بشان يو ويفاجأ ما يول بترين عليها وبتعرفها في انها جات ليها وبالفلا بتطلع بس بتلاقي ان شان يو اللي موجود وده اللي جديد تعرفته اصلا واول ما بيشوفها بيتغزل فيها بس بيرجع في كلامه على طول وبيعرفها في ان ما يول قالت ان لو يرجع السندو مكانه فاللعنة ديها تروح وبيقرر يروح معاها ويا مش طيقة ده بس ما فيش قدامها حالتنا اصلا فبيروحوا في الغابة بتستغرب في ان اللي اخدوا صور ليهم وعاوز تعرف اللي في الصور بس مش بيعرفها وبيكون عايز يعرف من الناس دول واللي بيتابعوهم وبيفكروا في ان ممكن يكون بيتابعوهم حاليا فبتمشوا ويا على اخرها وعاوز تتخلص من كل تعويز دي بقى وفجأة بتتقلب على طول فالسندو بيتفتح وبيتلاقي انه في كتاب للسحر الاسود وده بقى الالقاء لعنات وبتفضل مستورة منه بس هو بيقرر في انهم يروحوا ويتفونوا الصندوف اي وقت تاني فبيوصلوا بس هو بيقرر في انهم يروحوا ويتفونوا الصندوف وكل الاحوال فبيوصلوا وعاوزين يحدودوا المكان بالظبط بس بتخاف لما بتسمع صوت وبالفعلة وبيسمعوا بيحضنها وفجأة بيشوفوا الدمية دي متعلقة وشايفين في ندى مش هينفع بس هي بتشوف ان ملابس بيلابسها وعلاها اسم شنيوب تتصدم فبيبلغوا الشرطة وعاوزين يلقوا من الشخص اللي بيتردهم كده فبيعدل وقت وبيعرفوا في ان في شخص عمل تعوز عليهم وعاوز انها متقلاش علشان اكد يعرفوا مين وبيكرر يروح يجيب لها افال عشان خايف عليها وبيروح بالفعل يتأكد منها وبتفضل تجادل اصادف انها تعرف تحمل نفسها وعلشان كان بتشكره لما بيرد لها البقاء وبيعرفها في انها لو فعلا بتشكره فتروح تخرج معاوز معاوز غرامة افضل وبتستغرب فبيعدلهم وبيخرجوا سوا وبتفضل خايفة من اللي بيحصل ده وبيفكروا في انها ممكن مين اللي عمل كده وبيلالنا عارف عنه حكي كتير بس ها ما يعرفش عنها اي حاجة ومن هنا بتبدأ انها تحكي عن نفسها وبتتكلم عن اني ليه اعمل لهم سحر سوا فبيعدل وقت وبيخرجوا عشان يعرفوا يمسكوا بالشخص اللي بتابعوهم بس ها بيفضل مركز فيها وبيعرفها في انه مش عايز يعشم شعر مؤقتة بس تقول لما يبصلها مش بيقدر يمنع نفسه من ده فبتعرفوا في ان الموطبينه معادي ومش عايزة يحصل حاجة تانية وده بيزدمه كتير فبيعدل وقت وبيتقابل معكن علشان عايز ازنه وبيروح لمكان جنغ صاحب الزهور وبيشوف كل حاجة بس فجأة في شخص بيجي من وراء وبيكون نجنغ وعاوز يعرف واستخدم الأشي ده في ايه وبيتصدموا من بعض فبيعدلهم بيتجمعوا وبيتريعوا عن نفسهم علشان كلهم مش مرتبطين بس ما يوم بتتضايق اول ما بتسمع ان جنغ هيخرج في معادي ما تضبر وبتعقد العمل عليه وبتمشي فبيعدل وقت ما نغشوه اللي بتكون بتشوف المهرجان بس النور بيطفي وبيرن عليها رقم غريب ومش بيرد فهي بتكون خايفة ومرتبكة كتير خصوصا ان في شخص بيتبحها والرقم المجول بيفضل يرن عليها وفجأة بتصدم لما بتشوف الشخص ده جاي عليها وبتترابة اكتر وابتصدم بشكل كبير منه وبتكرر تهرب منه ويها مرعوبة ومش شايفة اي حاجة بل بتدخو بتجي تجري بس فجأة بتغبط في كون اللي بتطمن عليها وبتشوف ان الشخص ده اختفى وفتفضل مرعوبة جدا فبنروح لمقايون وجونغ اللي بيكرر يروح معا البيت علشان يصلح الانوار اللي عندها وده بيعتبروا صاحبها وبالفعل بيعمل ده واول ما بتقرد لانها تأكله الرميون بيرتبك وبيوقع المشروب على الامس بالكامل وبيكون مش هارف يعمل ايه علشان هو عنده مع مدبر اصلا وبتقرر تاخده منه وتقلعه علشان تخسله بس بتأسطر منها وبيشوف انه مش لقي علامة معادة مدبرة وعلشان كان بيكرر يتقرب منها وبيطلب منها حضنها بس بتستغرب منه علشان هو خايفة لطول ومش عايزة يعرف اي حد او يطلب ده من اي حد وبيتجي تمشي فبيكرر يحضنها ويضمها ليه ويا طبعا بتفضل مستغربة بس البوم بيدقوا البعض فبنروح لشانيو في المشفى مع يون وجوه سيون وتبدل جومش طيقهم علشان يا ما كانش متوقع ان شانيو يكون مريض وبيتلمهم علشان خبود عنها بس بيعرفها فان ده كانت رغبته فان ما يمشي اي حاجة وبتفضل تبكي عليه علشان كبيواجه المرض لوحده فبنروح لكون اللي بيروح يتابعه نغجوه وشايف انها غيرت القفال وبيخبط عليها عادي قابلها بس مش بترد عليه فبيكرر يرن عليها وبيسمع ان فانها بيرن بس ما فيش اي استجابة منها وده بيقلوه عليها كتير بس فجأة بتفتح له ويا في حالة صعبة ومن الواضح انها تعبانة وبتكرر تطلب منه طلب فبتروح تشرب وبتكون عايزة يجيب لها علاج علشان مش قادر تطلع وتروح وده عشان هي بتعنام من الحمى وعلشان كبيكرر في ان الدهم نوم عشان تنام لوقت طويل بس بتفضل شيء كفيف وانه مش تبقى في سرقة ملابسها وبتسأله فبيعرفها في انه كان بيتم بمهرجان وبيسأله اذا كانت وفقت على وضع كاميرات مرابة ولا لا ونوي ناقش ده مع شانيو لما يرجع عشانها في اجهزة مرضية وده بيخلها مستغربة وعاوز ترتاح بساب تعبها وبيكرر في ان يركب كاميرات مرابة عشان يبقى تطمن عليها وبيمشي فبتفضل مستغربة وبتروح تنام وترتاح بعد اللي حصل لها ده بس فجأة النور بيتفى تاني وبتستغرب بشكل كبير فامر اضواء لكل شوية تتفضي وبتلاقي ان ده حصل في بيك كله وعلشان كابتكرر تشوف البيت وهي خايفة من الضلمة اللي موجودة فيها وفجأة بتلاقي ان في شخصي بتحرك حول المنها في البيت وبيرائبها وبتترعب كتير وبتكرر تدخل قطة تخفى بس فجأة بتلاقي ان في نور جاي من بره واول ما بتفتح بتلاقي ان الدمي دي متعلق وعليها اسم شنيو وبتفضل مصدومة ففجأة بتفهم النوم وبتكون مش عارفة اللي حصل لك نحية ولا كابوس اصلا ومش عارفة بيصل لك ده ليه فبنروح الدكتور يبيطمنهم في ان ده اصل لمرضه والحسن الحظ المرض المرضي مش خطير ويفو وده حصل له بسبب ضغطه توطر اللي كان فيه فبنروح لنغجوية بتحول ترسله وبتطمن عليه وبتكون سرحانة واول ما بيجي لها رسالة بتفتكر انها مش نيو بس بيكون ده من كون وبيجي لها احباط ومش بترد على اصلا فانا شنيو بيفو مغايبه اللي كان فيها لمدة يومين واول ما جو بتشوف بتفرح جدا النفق اخيرا بس بيستغربوا في ان مش بتكلم خالص خصوصا في النفوض الوقت طول نايم وبتبدأ تدخل في اخناه مع سيون في نفس الوقت هون غجوية بتروح اتصل عشان يو وعاوز توصله وتطمن عليه بس مش بيرد علىها خالص ومهما يعد على الوقت بتفضل عايزة توصله بأي طريقة علشان يا مش عارفة طرقه خالص وبتفضل حزينة في النبايد عنها الدرجة دي وكل شوية تشوف ازا كراء رسائلها ولا لا وفجأة وبيشوف الرسائل وبتتصدم وشايف انها اكيد قلقت عليه بل انه بيكون عاوز ان يفوق بسرعة عشان يرجع لحياته بس بيرفض وجوده اصلا فبنروح لنغجو اللي بتكون مستنيها ومتوترة وبيشوف ده وبيرح يعرفها فانها كانت حابة توصل لم كل نواحي ومستغرب يلا طلبت منه عدم تقرب منها اصلا بس انها بتكون عايزة تعرف اللي حصل ونفكرها في ان مرضه ازداد عليه وعاوزة تعرف مرضه ده ايه فبيعرفها في انه تعمل برد وبيحاول تقرب منها علشان مرض ما شافه فيعتبر انه شافه خلاص فبتعرفه في انها جياله علشان ترجع سندوق من تاني خصوصا انه امر اللي عنده قلقها بشكل كبير وعاوزة تعرف ازا التعويز ما خلتوش يكون كويس وبتكون عايزة تروح بيته ومش موجود بس في شخص بيكون بصورهم اصلا وبتفضل عايزة وميتم بنفسه بس هو عاوز يفضل معها وبيقول لها حاجة فبنروح ليون اللي بيجالها صورة تصوروها وبترين عليهم بتعرفوا فان يبطل يصورهم ومن الواضح انها اللي مخليها الشخص ده يتباحهم اصلا فبتروح تمسل قدام شنيوف انها بتحبه اصلا وكانت الان عليه بس هو بيكون مش حاسس باي حاجة نحيتها فبنروح لنغجون اللي بتشوف الكتاب وخصوصا كتاب اللعنات اللي بتلاقي ان الشخص اللي بيعمل اللعنات ده بحجد فده يخلي فيه مصيبة كبيرة تحصل وان من طريقة اللعن انه يجيب ملابش الشخص اللي بيحبه ويعملها على دومة اش وبعدين يسبتها بابر بعدد سنين الشخص ده وبتتصدم فبتروح توري معيون الصورة دي وبتفكر في ان شنيو تعبان بسبب ده وبتكرر تحول مرة تانية علشان تخليه كويس وبالفعل ابتروح تحضر تعوز من الكتاب ده وبتستنىها يخلص فبنروح لبندي دي ويراح المكان اقامة ناجونغة والمفاجأة ان دي بتكون يون وهي لواصات ملابش شنيو وبيعرفها في انه سمع كلامها علشان تضمن خطوطه اصلا وعاوزها تدكت وتساعده خلاص علشان دي حاجة ممتعة وبتكرر تساعده بالفعل وبكده ناجونغة هو اللي بيعمل لعنات دي اصلا فبيعدي اليوم عن غجو اللي بتتكى الرغبة شنيو فانه عايز يروح لرحلة معها علشان مش يارجع العمل بعد الخروج من هنا وعاوز ياخد رعيها في ده وده بيخلها مستغربة منه وانه بيتعامل معها بلطف كبير كده فبنروح توصل شنيو عشان يروح لجزارة جيجو ويقضي وقت فيها براحته والسيون بيكون عاوز يعرف هو يعيش معهم ولا معيون فبيكون في عالم تاني وبيسألهم في انهم بيأمنوا بالحيوات اللي فاتت ولا لا وبيستغربوا منه طبعا فبنروح للمهرجان اللي بيتم من العمدة والسي تحيي كل الموجودين علشان المهرجان دي حدث تاريخي من ايام عصر جيسون اصلا وانه يخلوا المهرجان دي يكون عالمي وبيبدأ حالا وبيحيوا بعضه كلهم فهنا هنغجو بتطلع البنت اللي بتهزفوا الموسيقى القديمة دي ويبقى تكرر احياء موسيقى عصر جيسون من جديد وده وسط متابع كون وجونغ اللي بيحاول تقرم من معيون بس بيتراجع ويبتحس بدا اصلا بل هنغجو بتكون عايزة ترسل مع شنيو بس مش بيرد عليها كالمعتاد وبتكرر تروح تتابع افضل وبتحاول تستمتع بس فاجأة بتشوفوا جايليها وبتصدموا معابلته وانه جايليها في المهرجان ده وبيفضلوا متأمنين في بعض الفترة كبيرة وتقريبا كده حبوهم مشاعرهم لبعض بدأت تصدر عليهم وفرحانين انهم شوفوا بعض في الوقت ده وفي المكان ده اصلا فانا بتستغرف انه مراحش الرحلة وكانت اتصل بيه عشان تمنع من الزهاب وما كانتش متوقع في انه يجل عندها وشايفة ان التعويز بتنجح وعلشان كان بيكرر يحضنها ويضمها ليه وبيطمنها علشان لو حتى كانت التعويز ما نجحتش فهو بيحبها واول ما بيترب بحبه ليه يبطوط المستغربة ومش مثل ده ان ده حصل اصلا وانه بيجي تخيلهم وقت عصر جاسهم في انه اقدرهم موجودة من زمان مع بعض وعاوزهم يغربوا ايان كانت النتيجة فبنروح لاشخاص دول اللي بيودوا حاجة دي لبيت اللي بتصدموا لما بيلاها حاجة بتخوف وبيجروا بس انا بتظهر الست دي واللي بتشوف في ان دي جوسب بنت اللي بتفوقها وشافت يمين فهنا ولد ده واللي بيكونش نيوف في العالم القديم بيروح للملك وقتها وعاوز يشوف امه قبل ما تموت بس بيمنعوا وللأسف الاقوان فات وامه بتكون ماتت وعلشان كان بيجروا وبيهربوا وبيبكي ومش مسدد اللي حصل ده وده لغاية من غشوف العالم القديم جات وبتعرفوا انه المسابط له رسالة ولازم يروحوا يقرأها كويس وبتمش على طول فبيعد دلوقته بيروح يدور على الرسالة اللي بيقرأها وبتقولوا انها حلم يبيه من جديد وده فرحها وبيباني في انك كانت بتحبه بس انا ما كانتش عايزة تشوفه عشان ما تعدوش بالمرض اللي عندها والمفروض يفهم ان حياتك كانت قصيرة بس يستمتع بوجوده في حياتها وده بيخليه بك كتير فبيعدل يوم وبتشوفه نايم وبيحاول يتكبر عليها علشان هو ابن الحاكم ده بس بتعرفه انه كان مستنادش نشكرها على مساعدتها ليه وبيستغرف انها مش مهتمة بأي حاجة من منصبه او ما زره اصلا وبيروح وراها وبيبتجمع الفواكه وبيساعدها وعلشان جابت الدول ورد وبيفرحه سوا وبيستكشف كل حاجة في الغابة وبيكون مفكر بانها بتشوف مستقبله بس هي بتشوف حاجات تانية وحشة عنه وبتجذب عليه فبيعدل وقت عليه وبيكون بقى بيعتمد على نفسه وبيسافر في أماكن بايدة اصلا حتى بعد ما كبر بقى بيروح وبنعرف فينا في انه لسه بتقابل مع غجوه في العصر القديم وفعلا قدرهم لسه مرتبط ببعض من زمان قوي فبيكون مبسوط عشان هو عمل حفل انه كبر خلاص وبيستغرب في انها ممكن تعرف مستقبل اخرين ومش عارفوا مستقبلها بس هو بيعرفها في انه عارف مستقبلها علشان هو يعمله وبيقر يبوسها وبيأثر فيها كتير فبتتكسف كتير بس هو بيكون حبيبها جدا وبيفضل يبوس فيها خصوصا انهم بيحبوا بعض وبكده عارفنا لقدرهم مرتبط من زمان ببعض وبتفضل مش مستدفة انهم مجتمعوا ومن الواضح ان في مشاعر بينهم من زمان وحقيقة قدرهم متشابك من زمان وشايفة في ان التعويزة نجحت فبيعرفها في ان مش محتاجة تعويز وبيحضنها وبيعترب بحبه ليها وهي بتفضل مصدومة ومن الواضح انها بيبدله نفس الشعور ده اصلا بس فجأة بيفرق احضنهم ده اطفال صغيرين وبيرتبكوا من بعض بل هي بتحوض ضيع الكلام علشان كان الاعتراف ده مفاجأ اصلا وبتجدله وبيتشوف انه محرج منها فبتستغرب علشان على الرغم انه عند عشيقة فقالها في انه بيحبها عادف الاول وبيواجهة في انه مش بيخون يون وعاوزنها تستنى عشان هيجي لها قريب ومش عايز اي حد يقرب منها اصلا فبتعرفه في انها نقية على طول عشان عمرها ما تقربت من عشيقة طول حياتها فبيزع فيها علشان هي كانت بتحب يكون اصلا ومن الواضح نغارن عليها حتى لو كان الحب من طرف واحد ويبتفرح من ده وبتفضل مرتكة كتير بس بتطمن عليه وبتكون عايزة تعرفه كويس ولا لا علشان امر الدمية اللي لقوها بيقلقها وبتحاول تطمن عليه بس بيرفض يمشي غير لما تخلصينا وبيحاول يأثر عليها وعلشان كتير بتوافع انها تروح الاول وبتفضل محروجة وفرحانة كتير بمشاعر اللي بتحصل بينهم ده اصلا وعاوزا يمشي عشان ما تعبش من البرد اللي موجود وهو طبعا بيكون بيحبها وبتأمل فيها طول مية ماشية فبيعاد دلوقتي مع شنيو اللي بيفتكر وقت محضانة وحس نفس الاحساس ده قبل كده معاها وشاف ان كل ده كان واقع اصلا وعلشان كده ايول بتعرفه في انه حاسس انه افتكر حياته اللي فاتت وبتكلمه على قدره من مرتبط ببعض من زمان وان القدر اقوى من اي حاجة وعمره ما يختفي بمر السنين بس ده بيخليه مستغرب عشان هو ده الواحد اللي فكره وبيكرف ان مش هقولها اي حاجة مش علشان هتفكره مجنون بس عشان هو خايف لسبب في ان ده حاجة مش هتتغير ولازم ما يندمش في كل ده فبيطلع يبرن علينا حبيبته اللي ما بتصدق في ان يبرن عليها اصلا بس مش بترد على ايام قل ماته وبيكون حزنة كتير بس ده عشان هي بتكون مع حبيبها اصلا اللي بتخونه معاه وبيتكرر في انها مش هتسيب شانيو خالص حتى لو علاقتهم ده تنتهي وانده بحجة في انها بتحب شانيو ويعني بيستغرب علشان ازاي بتحبه بدخونه في نفس الوقت فبيعدي اليوم عم قبل شانيو بيون وبيرفض ان يروح معها البيت وبيركبها مع العربية وبتحول تفتح معها كلام وعاوز تعمل مع كل احلامها بس هو بيصدها علشان انه يقول لها كل حاجة والليها بتكون عرفها اصلا انه بتمشي فبيروح وراءة بيعرفها فانه مش قدر يكمل معها وعاوزيني علاقتهم ده علشان ده مش تردد منه ده حب ليها فبتبدأ تفكروا فان من اول علاقتهم سوا عمره مقلية فانه بيحبها ودلوقتي بيقول فانه بيحبه ونغجو عادي كده وعاوزة تعرف اياه بالنسبة ليها وشعفها ما تجيش فيها حاجة خالص وبتحاول تقصر عليه فانه وكيد بيشفق عليها بس بينكر ده وبيعرفها فانه وحش بالنسبة ليها وده اللي بتأكده عشانه وكيد خلي عنها بعد علاقتهم ده كلها وبتفضل تبكي كتير فبنروح لونغجو اللي بتطلع وبتلاقوا قدامها وبتتأثر كتير خصوصا لما بيكون جاب لها ورد وبيتأسف لها لانه سابها في عائد الميلاد لوحدها وبتعرف انه انه علاقته معيون وبتفرح جدا بس انه يكون بيطلع وبيرفض انه يبوسها اصلا وبيرمي الورد وكل واحد فيهم بيبدأ يشدي فيها وعاوزة تيجي معها اصلا بس فجأة الدراجة دي بتيجي وبتكون تغبط فيهم بس انها بنعرف في ان ده كله من تخيلها اصلا وبتستورب من نفسها كتير فبتروح تتقابل مع سون اللي اول ما بتشوف شينيو بيتروح بتحاول تأسر على وتكلمه بس مش بيديها اي اهتمام وبيسألهم غجو عنها ويعاني سون بتكون على اخرها بس بتفرح في انها قفة جانب شينيو وبتفرح بني طويل جدا وكل الموظفين بيستغربوا منها اصلا وعاوزة يبصدها بس كل تركيزه بيكون مع غجو واول ما باب بيفتح بتجري على طول قدام الكل فبيعد الوقت وبيتجمع مع كون وبيتطمن على تركيب كاميرات المرابة وناويت في حقها وبيفضل تجدله على ده بس فجأة مساعده بييجي واول ما بيجي كلامه مع غجو بيقفل الكلام ده وبتأثر فانا سونوا سجون غونغجو بيجو وبيكونوا نويين ينضموا لهم مرتبطوا بقى بس فجأة يوم بيجي وبتحبع كل مخططتها اصلا وانا بتكلم عن معادة مدبرة بس كون بيعرفهم في ان فيه بنت عجباء وبيدخل تاني في خنام عشان يو وعلشان بيضايقه بيقول على علاقته مع يون في انهم سنوئين كويس وده كل واستو حزن غجو اللي امتبعه من باية كده فبيعد الوقت مع عشان يو اللي بيفتقي الرفض لليون عشانه مش حبيبه تكون زهرة قدام الكل بما ان علاقته مخلصت بس انه بيقرر ان على غجو اللي بيلاحظ انها حزينة اصلا وبيسكوته وبيتطمن على غدا بتاعه وعلى صحته وبيتشوف ان لو عنده حاجة عاوز يقول عليها فبيعرفه بالمحطة اللي يعملوها مش هتعرف تحتفظ بيها وبيتكون مستنية اقول لها حاجة تانية غير دي فبيكون عايزة تخلي بالها من نفسها على طول وبيقفلهم الاتنين وهما مرتبكين من بعض وزعلانين فبنروح لجو اللي بتتقبل مع وك اللي بيرجع عليها الماكة المركبة الخاصة بسيون وبتشكره وشايفه في ان بيفضل كل حاجة عليها حرفيا وبتعرفه في انها رح تتعرفه علشان تصلى حالسة يون تجاهها وتخليها تام بيها بس هي بتكون الان على امر شينيو فبيعرض عليها في انها لو لانا فترجع تانية تمثيل بس بترفض ده علشان هيكبرت خلاص وبتزعل طبعا فبنروح ليون اللي بترين على ونغجو وبترح تقبلها وبتسألها في ان هدفها من الانفصال عن شينيو مش هيحصل علشان هم حددوا مع الزفافهم وجاءت لي هنا علشان هي اللي تبدأ عنه اصلا وبتفضل تقول كلام عكس اللي بيحصل اصلا وبتحاول تغزم غجو في ان مش هيبقالها ما كان في حالة شينيو وبتعييرها في انها ما كانتش في علاقات طويلة علشان بيحصل فيها بعد وارجوع من تاني وعاوزها انها ما تسوقش في الرجال علشان شينيو راجل برضو وبتخلات فكر في ده فبنروح مقابلة شينيو مع ووك وعاوز يرجع مع الشركة علشان اكد البلدية مش حاجة حلوة يعني وبتكلم عن موابط التمثيل وبيكون مفكر في ان بيشتغل يون وعاوز يدعي عشان يشربه سوا بس شينيو بيصدمه فانه ما اعجب ببنت تانية وده بيصدمه حرفيا علشان عمره ما اعجب ببنت قبل كده وعاوز يعرف هويتها فبنروح لسكر يون اللي مش عايزة تفوه من زر شينيو وعاوز ترن عليه علشان تشوف مدى ما اعزيتها عنده في نفس الوقت وبيحكي عل انه حاب البنت دي من نقطة طول جدا وفجأة بتتصل عليه وبيروح يكلمه على طول فبيروح ليون واللي اول ما انغجو بتشوفه وبتزعله بتمشي على طول فبيروح وراها وبيستورف انه بيشرب مع بعض وعاوز يعرف في قتله ايه بس مش بتعرف اي حاجة وبيفضل مش عايزة تحط في دماغها اي كلم من لالته وبيخليهم بتكلمهم بعدين وده بيعصب انغجوه وبتمشي على طول ومش مسدها في انه جاشا خاطر يون فبيروح وفجأة بتشوف شخص بيتها وبتحضر في انه يكون معاه سلاح ضده وبتطلع ببطء وبتستعدل ناتجة معليه علشان مفكره في انه شخص تاني وبترش عليه بخاخ ده اللي بتصدم وبيتعب لما بتشوفه انه يكون اصلا فانا بتتأسف لي علشان ما كانتش عارفة انه هو ده فبيعرفه في انه كان عايزة شركة تعمل صاحبة البيت بعتطوليها فبتتأسف اللي حصل وعلشان كبيرد عليها في انهم يخرجوا سوا في يوم وبيحاول يتأثر ومش بيكون شاه في اي حاجة وبيمثل في انه مش شايف اللي لما تخرج معاه في مرة وبيفرح وبيمش على طول فبنرجع لفوقان يون وهي مع شنيو وبيطلب منها في انها ما تقبل شنغجوه مرة تانية عشان على قدم خلصة خلاص وده بيزعلها وبتمشي من معاه فبنروح لونغجوه يا نايمة ومداية من كلام يون عن شنيو وبتجي ترين عليه بس تتراجع في كلامها وبتكون حزينة فبيعدي اليوم ما متابعة شنيو لتوصول كون لها وبيفضل مداية كثير فانها بيروح اتصل عليها وبيكون اهزة قبلها مجرمي يعرفها اصلا فبتروح له وبيكون مش عارف هي اللي لبسة من لبس كويسة كده وي مع كون ولا الناس تقول ايه عليها بس التالي بترابز عليه في انه جيب سرعة لما يون اتصلت عليه اصلا وان داد اياها كثير وبيكون مفكر في انها بتردون نفس الموقف علشان كاب تمشي مع كون وبيعرفها في ان المواطن مختلف وبيقر يقرب عليها عشان يهديها وبيقربها منه وبيفضل مركزين في عيون بعض وهي مش فاهم اي حاجة علشان هوا مش ناقي وأول ما بيكون يقرب عليها عشان يبوسها وبيكونوا هيستعدوا لده بس النونغ بييجي وبيصدموا منه وبتجرع على طول وبيكون جالوا علشان يعرفوا اللي يخرجوا سوا مع كون بس بيرفضوا بيمشي اصلا فبنروح لجنغ اللي بيروح لمقايون وبيكون عايز يخلص معاده بادري علشان عنده معاده متضبر وطبعا ده بيزدم الكل وبيحاول يضايق في مقايونه وبيمشي على طول فبيعاد دلوقت بتروح تعرفه في انها مسامحة ليه في انه يروح في معاده متضبر وبيستغرب كتير فبيعاد دلوقت ما مقابل يكون بونغجو وبيبدا يتغزل فيها بس انه بيأخدها لمكان تجمع العشاء اللي المفروض يكون فيها عشاء كتير بس مش بيكون في غيرهم موجودين وبيكون حاسة بالجوع والبرد وعلشان كده بيطلب لها طعام الحار اللي بتعجب جدا بيه بس فجأة شنيو بيرسلها ومش بيترد عليه وبتسأله فانه دخل في علاقة طويلة قبل كده فبيعرفها فان الانفصال سهل بس الارتباط صعب على اي شخص وده بيعتمد علوية الشخص علشان الارتباط بسرعة بعد الانفصال مش بيدوم خالص ومش عايزة تستنى شنيو علشانه واعترف لها بمشاعره فبلش تستنى شنيو وتروح لها افضل فبنروح ليون اللي بتدينا جونغي كفازه نغجو وعاوزا يفرق بينهم بسرعة وبالفعل هو بيكون بيعمل التعويس بتاعته دي وبيحضر كل حاجة وبيكون بيخب التعويس دي في الزور بتاعته وبجد بيكون شخصية مريضة فبيعد اليوم مع جونغي اللي بيفوق وبيلايف ان معها مأيون ومش عاوزا يتكاسف منها في المقابل شنيو بيفضل عايزة توصل مع انغجو اللي اول ما يون بتجيله وبتعرف انه خلف وعده معاها فيدفع تمن ده وبتروح لابوها وبتطلب منه طلب فكون بيروح له وبتطلب منه نقله انغجو وده بيدايقه وبيروح يعرف شنيو اللي بيكرر حل الامر ده بنفسه وبتقابل مع انغجو بياخدها من غير ما تروح لعمدة وبيدخل عربته بالعافية وبيروح للبحر ودهوية لسه مش فهم اي حاجة فبيعرفها فانه كان متفق معيون على انه مش ينفصل قدام الكل لغاية ما مشروع البناء يتم بس ده ما حصلش والكل عارف ودلوقت تجي دورها فانها تعرف بدل ما تتقزد وانه يقف جنبها ومش هيهم اي شخص عشان هو يعتد بمشاعره بس مستنى دورها وعاوز يعرف بمشاعر تجاهه فبترتبك وبتعرفه فانها حاسة بشعور غريب اكد انها كانت متمية بيه من وقته طويل وده اللي بيأكدوا عليها بس هي اكد مش فاكرة وبيكرر يحضنها وده بيفرحها كتير بس اقول ما بتلمسه بيحس بالقيد الحمرة وبيبادع على طول وبيصدم من بعض والجزء بيخلاص علينا فانه ترى تمسكوا بعض امه الاثنين ويتخلاصوا من اللعنات دي ولا إلا يحصل ده نعرف الجزء الجاي تابعونا بس قل ما تلاحظوا سلاحك الفيديو ولأ امهر تبعيني اشترك في قناة فعل الجراز علشان ده تبع معي الجزء جاي بكل سهولة سلاح